مرحبا ادهم واخيرا رجع صوتي اذا ما كنت اعرف ايش سالفة الصوت فهذا لانك مو متابعني في سناب شات خلاص صفاتك السالفة بكل الاحوال بهذا الفيديو راح اتكلم عن كل شي نعرفها عن جالكسي اس ناين و جالكسي اس ناين بلس اللي راح يعلن عنهم قريبا تحديدا سامسك راح تطلقهم خلال شهر اثنين في مؤتمر MWC التوقعات انه يكون حول يوم 25 فبراير ايش الجديد في هذا الجهازين اول شي من ناحية الديزاين من ناحية التصميم فرح تكون نفس ديزاين او نفس تصميم الجالكسي اس ايت و اس ايت بلس نفس الشكل نفس التصميم يمكن ممكن يفرق بس الالوان وشغلات مرة بسيطة عدا عن ذلك نفسه تماما اللي متوقع انه بيجيب ديزاين جديد فاقول له انتظر للسناء القادمة لكن ايش الفروقات عن الجيل الماضي اول شغلة هي البصمة واخيرا سامسوك راح تغير مكان البصمة بدل ما تكون جنب الكاميرا وهذا مكان ماهو منطقي وبعيد راح يصير اسفل الكاميرا اقرب للاصبع وافضل لما تستخدمها وجود البصمة بالخلف هذا يؤكد بانه البصمة ما راح تكون موجودة بالشاشة بالرغم انه شركة ساينابتيكس توصلت لهذه التقنية وهذه الشركة قالت انه اي شركة تبغى هذه التقنية البصمة في الشاشة تقدر تجي تاخذها منها اكيد انها بفلوس ولكن الفكرة انه ما راح تكون في جالكسي اس 9 ولا اس 9 بلس ربما ان سامسونج راح توفرها لنوت 9 خلال هذا العام ثاني شغلة مختلفة راح تكون الكاميرتين ميزة الكاميرتين اللي كانت موجودة في النوت 8 راح توصل الى الجالكسي اس 9 لكن لحظة ماهو بكل الجهازين سامسونج تنوي انها تقلد ابل في احد الاستراتيجيات نتكلم عن انه الصغير راح يكون كاميرا واحدة الكبير كاميرتين والاس 9 بلس مو بس كاميرتين راح يكون في مميزات اكثر مواصفاته اعلى عشان الناس يروحون ياخذون الجهاز الاكبر وتدفعهم له ولو انه سعره اغلى هذا المطلوب اصلا الجهاز اس 9 بلس راح يكون بكاميرتين هذا معناته انه راح يجيب كل مميزات النوت 8 من عزل ومن غيره وربما تحسينات اكبر حتى راح تكون موجودة فيه بس هل الاس 9 الصغير وما راح يكون فيه العزل وهذه الخاصيات الحلوة الى الان غير مؤكد ممكن ان سامسونج تسويها من خلال النظام نفسه ما تحتاج كاميرتين لكن ما راح نستعجي ونشوف ايش راح او ايش تتخطط لها سامسونج الاهم هنا انه مو بس ميزات نوت 8 راح تكون موجودة بس لا بالاضافة لذلك فتحة العدسة راح تكون اكبر نتكلم عن فتحة عدسة 1.5 هذا شي مرة ممتاز لما تكبر فتحة العدسة هذا ايش معناته؟ معناته انه راح تصور افضل في الاضاءة المنخفضة النويز راح يخف اهم من هذا واتوقع انه هذا احد اهم اسباب انه سامسونج تكبر ساتحة العدسة نتكلم عن العزل لما تكبر هذا معناته انك انت قادر انك تقدم عزل افضل وكذلك قبل كم يوم اتسرب صورة صندوق جالكسي اس 9 والمواصفات اللي مكتوبة على الصندوق انكشفت بعض الميزات الجديدة اللي راح تجي في الكاميرا اولا راح يكون فيها سوبر سلو موشن او اللي لو ترجمته حارفيا ممكن يكون تصوير البطيء او البطيء الخارق او ما شابه فكرة انه راح يكون عندك مو بس تصوير بطيء بل راح يكون خارق اكثر من بطيء نفس اللي شفناه في الاكسبيريا اكس زي بريميوم خلال العام الماضي وفي عندك من خلال البطاقة اللي موجودة امامك تقدر انه تتروح تشوف تجربة لنا سويناه على السوني اكسبيريا اكس زي بريميوم وحس اسمي يخربط شوي بالاضافة لذلك كان في ميزة اخرى مكتوبة في الصندوق الى الان ما نعرف ايش سالفتها اللي هي سوبر سبيد دول بيكسل ايش قصتها الى الان مو معروف لكن الاكيد انه كاميرا جالاكسي اس ناين راح تجي محسنة عن الجيلين الماضية اس ناين عفوا اس ايت وكذلك حتى مقارنة بالنوت اي تتوقع انها راح تكون افضل بكثير ثم الاختلاف الثالث هي المواصفات نعم راح يكون فيه اختلاف بين الجيل الماضي لكن الاهم نعم فيه اختلاف بين الاس ناين والاس ناين بلس وهذا اكثر سنة راح يكون فيه اختلاف بين الجهازين عشان سامسوك تحمسك انك تاخذوا النسخة الاكبر الفرق حتى مثلا بالرام الرام راح يكون اربع جيجا بايت رام للنسخة الصغيرة بينما راح يكون فيه نسخة ستة جيجا بايت رام للجالاكسي اس ناين بلس هذا بحسب التسريبات هذا الشي راح يحمس الناس انهم ياخذون ستة جيجا بايت رام وخصوصا صراحة مع الاس ايت السنة الماضية يلاحظ بانه سريع وكويس في البداية مع اربع جيجا بايت رام لكن لانه واجهة تتشويز ثقيلة بعد شهر او شهر ونص من الاستخدام لاحظت انها صارت اثقل وهذه كانت المشكلة بالتالي نعم انصح انك تروح وتاخذ نسخة ستة جيجا بايت رام بحال انه طلع اخيرا متى موعد التوفر مثل ما قلنا بنهاية تقريبا شهر اثنين بمؤتمر MWC السعر الى ان غير معروف طبعا لكن لما نتكلم عن اسعارنا المحلية فهي اتوقع انها راح تكون قريبة من الاس ايت واس ايت بلس السنة الماضية واللي احنا قاعدين نتكلم عن 3000 الى 30000 ريال للنسختين وهذا ما راح يكون سعر منخفض هل راح يكون فيه فايس اي دي مشابهة اللي موجودة في ايفون وانا هنا اتكلم عن التقنية انه تكون ثلاثية الابعاد ما هو مجرد تعرف على الوجه اللي احنا قاعدين نشوفها في اكثر الاجهزة وبالتالي نتستفيد منها ضمن تطبيقات ضمن اي ميزات ضمن الجهاز نفسه الان هذا التساؤل مازال موجود هل راح تتحسن تقنية بصمة العين لانه سمعنا انه في احتمال نعم انها راح تكون دقتها اعلى وانها راح تشتغل فيه اوقات اكثر تشتغل حتى تحت الشمس تشتغل حتى لما تستخدم الضارة كل هذي تساؤلات مازالت وجودة يحنا كنت احد الاشخاص اللي يفكر انه يشتري الجهاز علمنا ايش اكثر ميزة عجبتك بهذا الجهاز او تخليك تبغى تشتري GALAXY S9 او GALAXY S9 PLUS كذا انتهينا لا تنسى انك تشترك بالقناة شوفكم في فيديو قادم مع السلامة